موسيقى متحور جديد لكورونا يثير الرعب وواشنطن تغلق حدودها أمام المسافرين من ثماني دول أفريقية وتدعو للتبرع بمزيد من اللقاحات تراجع حد في أسواق المال الأمريكية والعالمية وأسعار النفط وتأثر مبيعات التجزئة في الجمعة السوداء بعد الكشف عن متحور أوميكرون واشنطن تحذر من أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية وتؤكد التزامها بسيادة كييف موسيقى العاشرة ليلا بتوقيت جرينتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن هذه نشرتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه طلع على معلومات عن متحور أوميكرون المنتشر في جنوب إفريقيا من أعضاء فريق الاستجابة لفيروس كورونا ومن كبير مستشاره الطبيين أنتوني فاتشي وأضاف بايدن أنه قرر أن يكون حذرا وبينا أيضا أن واشنطن ستفرض قيودا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اقتداءا من التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي كإجراء احترازي حتى الحصول على مزيد من المعلومات عن المتحور الجديد وأيضا طالب الأمريكيين بالحصول على اللقاح والجرعة المعززة ودعا المجتمع الدولي لتقديم اللقاحات لدول العالم كما فعلت الولايات المتحدة لقد قررت بأن نكون حذرين وأن نتأكد من وقف السفر من وإلى جنوب إفريقيا وست دول إفريقية أخرى طبعا الحذر لا يشمل المواطنين الأمريكيين الذين بإمكانهم العودة نحن لا نعلم الكثير عن المتحور الجديد سوى أنه مثير للقلق وسريع العدوة على كل أمريكي تلقي التطعيم ضد الفيروس والجرعة المعززة مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتي كان قد قال في مقابلة على قناة CNN الإخبارية الأمريكية إنه لا توجد مؤشرات على وصول هذا المتحور إلى الولايات المتحدة يذكر أن عددا من الدول قد فرضت بالفعل حظر سفر على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا والدول المحيطة بها خشية المتحور الجديد كل شيء ممكن لا نعلم ذلك ولا يوجد مؤشر على وصول المتحور الجديد إلى الولايات المتحدة ثم تأصاباتهم بدأت في جنوب إفريقيا ثم ذهبت إلى باتسوانا واكتشفوا مسافرون أنهم مصابون كما توجد حالة وصلت إلى هونغ كونغ لا نعرف ألبت أين نقف تماما ولهذا نعمل الحصول على التكوين الجزائي الدقيق للمتحور لنتمكن من اختباره وسيستغرق هذا الأمر بعض الوقت إلى أن نتمكن من جمع بعض المواد لهذا الغرض نحن في تواصل نشط جدا مع زملائنا من علماء جنوب إفريقيا صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد المكتشف في جنوب إفريقيا على أنه متحور مثير للقلق من فيروس كورونا قائلة إنه ينتشر بسرعة أكبر من المتحورات الأخرى وبينت الأدلة الأولية بعد اجتماع مغلق للخبراء المستقلين الذين راجعوا البيانات إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى وتغير ضار في الوضع الوبائي المنظمة قالت إن الإصابات في جنوب إفريقيا ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مبينتنا أن هذا المتحور الجديد الذي سمي أوميكرون لديه عدد كبير من الطفرات سلالة أوميكرون ترصد في أرجاء العالم متحور كورونا الجديد شخصت أولى حالاته في بوتسوانا جنوب القارة الأفريقية مطلع الشهر الجاري وسرعان ما رصد في جنوب أفريقيا وهونج كونج وإسرائيل وبلجيكا معظم المصابين من الشباب وسرعة الانتشار أثارت قلق الخبراء الذين رأى بعضهم أن أوان تشديد قيود السفر قد فات الأرجح أن هذا الفيروس قد سافر فعلا إلى أرجاء أخرى من العالم وربما تلك الأماكن الأخرى لم تدرك ذلك بعد ولم تتعرف عليه في هونج كونج نجر الكثير من الاختبارات على المسافرين بحسب العلماء فإن المتحور الجديد يضم 32 طفرة تراكمت دفعة واحدة مما يعني أن كورونا قد تطور إلى شكل قد يكون أشد ضراوة أثناء عدوى مزمنة لدى مريض يعاني من ضعف في جهاز المناعة أو مصاب بالإيدز المشكلة أن العدد الكبير من الطفرات غير من صفات النتوآت التي تتوج الفيروس التي يعرفها البعض باسم بروتين السنبلة أو الحسكة هذا البروتين هو الذي يمنح الفيروس الشكل التاجي المعروف عنه وتغير هذا الشكل يوفر له القدرة على خداع الجهاز المناعي للجسد البشري وقد يهوي بفعالية اللقاحات ما نعرفه أن هذا المتحور بها عدد كبير من الطفرات والقلق هو أن كثرة الطفرات قد تؤثر على طبيعة تصرف الفيروس في الوقت الحالي يجتمع البحثون معا لفهم طبيعة هذه الطفرات ومكانها في بروتين الحسكة في موقع شقق الفيورين وما قد يعنيه ذلك لتشخصاتنا وعلاجاتنا ولقاحاتنا تقول إسرائيل إن كافة من تشتبه في إصابتهم لديها تلقوا تحصينات بالفعل ضد كوفيد-19 ما زاد من المخاوف من قدرة المتحور الجديد على مراوغة التطعيمات المعروفة لكن منظمة الصحة العالمية تحذر من الإفراط في القلق مؤكدة أن فريقها الفني يعكف على تحديد مدى الخطورة التي تمثلها هذه السلالة وستسد النصائح بشأن الإجراءات الواجب اتباعها قالت شركة الأدوية الأمريكية مهدنة أنها ستطور جرعة معززة ضد المتحور الجديد من فيروس كورونا وميكرون وأشارت إلى أنها تعمل على واحدة من ثلاث استراتيجيات لمواجهة تهديد المتحور الجديد بما في ذلك جرعة أعلى من لقاحها الحالي سيفان بانسيل قال وهو الرئيس التنفيذي للشركة أن الطفرات في متغير أوميكرون تثير القلق لذا فإن الشركة تتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجياتها لمعالجة المتغير الجديد أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الحبة المضادة لكوفيد-19 التي طورتها شركة ميرك فعالة في علاج الفيروس لكنها توصي بعدم استخدامها من قبل النساء الحوامل ونشرت الإدارة تقريرا تمهيديا بشأن هذا الدواء قبل اجتماع لجنة الخبراء أو خبرائها تحديدا نهاية الشهر الجاري حيث سيتم تقييم توصيات بهدف السماح باستخدام طارئ للعقار وقال التقرير أن العقار فعال لدى المرضى المصابين بكوفيد-19 والذين يواجهون خطر دخول المستشفى لكنها اقترحت على اللجنة عدم توصية بالسماح به للنساء الحوامل نناقش إذن موضوع المتحور الجديد لفيروس كورونا مع ضيفي المختص في الأمراض المعدية وهو أيضا رئيس قسم العلوم الصحية بجامعة ولاية كاليفورنيا دكتور كاميار آيلاي ينضم إلي مباشرة عبر خدمة سكايب من ولاية كاليفورنيا أهلا بك ضيفي الدائم أنت دائما ضيفنا في نشرتنا من العاصمة ودائما ما نتحدث عن فيروس كورونا اليوم هل عدنا لنقطة الصفر مع هذا المتحور الجديد برأيك أوميكرون هذا مهم جدا أن ننظر إليه على أن هذا متحور جديد وبالإضافة إلى متحور دلتا هذا المتحور الجديد يزيد من فعالية وخطورة فيروس كورونا هناك عشر متحورات للفيروس يمكن أن تهاجم الكثير من الخلايا المناعية والسؤال هل اللقاح يستطيع أن يوفر الحماية للناس؟ هل لديك إجابة على هذا السؤال؟ النقطة الأساسية بالتأكيد نحتاج إلى اللقاح لا يوجد شك حول هذا ونعرف أن أن اللقاح يقلل من شدة العدوى القلق الآن بشأن الحماية أكثر من شدة العدوى النقطة هناك مجموعة من السكان خاصة في إفريقيا نعرف أن أغلبيتهم لم يحصلوا على اللقاح وهذا يقلل من فعالية اللقاح ويزيد من فرصة انتشار الفيروس من شخص إلى آخر ومما يؤدي إلى المزيد من المتحورات الرئيس بايدن قال نحتاج إلى تعاون أكبر مع كل الدول لتوفير المزيد من اللقاح للدول النامية والتي ليس فيها نسب لقاح وتطعيم عالية بحديثنا عن اللقاحات اليوم في هذا المتغير ونتحدث عن أوميكون تحديدا والذي يتكون من 32 طفرة 32 طفرة لهذا الفيروس في تركيبته والبروتين الخاص به وحتى شكله الخارجي الذي يختلف عن البروتين الأصلي دعنا نقول أو الأساس لفيروس كورونا الذي على أساسه تم تطوير اللقاحات اليوم بهذا الشكل المختلف وهذا التحور للفيروس هل اللقاحات التي تعمل على تقنية أو التي صممت بتقنية المرنة أو حتى اللقاحات الأخرى قد تكون فعالة مع هذا الفيروس هل تتناسب التركيبة مع تركيبة الفيروس والمتحور الجديد هذا ما لا نعرفه بالضبط الآن ولكن هذا هو الهاجس الحقيقي بناء على المتحورات الجديدة احتمال أن فعالية اللقاح الحالي ربما ليست بنفس الفعالية التي كانت موجودة في الماضي هذا ما ذكرتموه في تقريركم وشركة موديرنا بدأت في استشراف التوصل إلى لقاحات جديدة وأيضا جرعات معززة أحدها يجب أن يكون مخصصا لهذا المتحور الجديد النقطة الأساسية بالنسبة لنا كلما حصل الناس على التلقيح كلما قلت نسبة دخولهم إلى المستشفيات ونأمل ورغم الأخبار المزعجة إلا أننا نعرف أنه عندما نتعرف على متحور جديد فإن الأمر يلزم أسابيع عديدة قبل انتشاره السؤال هل علينا أن نستخدم استراتيجية جديدة أم نفس الاستراتيجية ماذا يمكن أن تكون الاستراتيجية الجديدة أعتقد أن من المهم أن ننظر فيما إذا كانت اللقاحات الحالية فعالة قدر الإمكان لتقليص عدد دخول المستشفيات وأيضا عدد الوفيات الناس سيصابون بالعدوى حتى لو لم تظهر الأعراض عليهم النقطة الثانية ما هو نوع اللقاح الفعال وكيف يمكن أن نزيد من الجرعات المعززة للجميع بعض الدول تعطي أولوية لمن هم أكبر من 65 أو لديهم أمراض مستعصية أعتقد أن الوقت قد حان لإعطاء الجرعة المعززة لأي شخص فوق سن الثامنة عشر الدول المتطورة يجب أن تلتزم بتوفير المزيد من اللقاحات للدول النامية هكذا نحل الموضوع وإلا كل شهر سيكون هناك متحور جديد وتحديات جديدة طيب لدي سؤال أخير ولا ربما يكون سخيفا سامحني لأني لست عالما بالطب وهذه العلوم القيمة للإنسان والبشرية هل يمكن من جهاز مناعة أو مما يفرزه الإنسان من مواد ضد فيروس كورونا استخلاص مادة يمكن العمل عليها وتطويرها لمكافحة هذا الفيروس نتحدث عن شخص أصيب بفيروس كورونا وشوفي من فيروس كورونا وتلقى كافة اللقاحات لربما باختلافها إن كان بتقنية المرنة أو اللقاح التقليدي لربما إن كان متوفر من دول أخرى باختصار نعم هذا يحدث ابتدائيا وناس أصيبوا بالعدوى وبقوا على قيد الحياة وجهاز المناعة قام بحمايتهم ولكن لا نعرف إلى أي مدى هذه المواد فعالة نعرف أن أولئك الذين تعافوا من المرض يساعدون في تطوير علاجات ولقاحات شكرا لك دكتور كاميار أيلاي المختص في الأمراض الموادية ورئيس قسم العلوم الصحية بجامعة أولاد كاليفورنيا كنت معي مباشرة عبر خدمة سكايب من كاليفورنيا شكرا جزيلا لك حول إذن هذا الفيروس وتطور هذا المتحور من فيروس كورونا تأثرت أسواق المال العالمية وتراجعت مع الكشف عن هذا المتحور الجديد من الفيروس أكثر والذي يعتبر أو كما صنف بأنه أكثر انتشار مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا مما أثار المخاوف من العودة إلى حالات الإغلاق الاقتصادي باللون الأحمر اكتست تعاملات أسواق المال اليوم الجمعة من أقصى بقاع الأرض شرقا في آسيا مرورا بأوروبا ثم الولايات المتحدة في غربها والسبب متحول جديد لكورونا أشد فتكا من نظائره ما أثار مخاوف من عودة الحكومات إلى عمليات الإغلاق القسري لاقتصاداتها نزيف أسواق المال تجاوز في بعض الأسواق العالمية ثلاثة بالمئة بنهاية تعاملات الأسبوع مع تخوف المستثمرين على مستقبل استثماراتهم والغموض الذي قد يلفها إذا ما عادت حالات تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار الوباء فضلا عن مستويات التضخم المرتفعة التي أصابت الاقتصاد الأمريكي أكبر الاقتصادات العالمية فالمستثمرون يترقبون بقلق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي وتحركاته لمواجهة التضخم على مستوى أسعار الفائدة التي ما إن تتحرك صعودا أو نزولا حتى تتفاعل معها الأسواق بعكس الاتجاه ورغم أن منظمة الصحة العالمية طالبت بالتريث قبل الشروع في أي إجراءات لمكافحة المتحور الجديد إلى أن يتمكن العلماء من تحديد طبيعته وسبل التعامل معه إلا أن الأسواق بدت حساسة للإعلان عن النسخة الجديدة من الفيروس وخاصة أسواق الطاقة فقد انخفض سعر برميل النفط بأكثر من 5% في الأسواق الأمريكية بسبب حالة الإرباك التي تسبب بها الإعلان عن المتحور الجديد والمخاوف من الدخول في ركود جديد يقوض كل التقدم الذي أنجز على الصعيد الاقتصادي من خلال حملات التطعيم تأثرت حركة السوق الأمريكي سلبيا في يوم الجمعة السوداء بتقارير عن انتشار سريع لمتحور جديد لفيروس كورونا مبيعات تلسلة متاجر ميسز الشهيرا خفضت بنسبة 6% فيما تراجعت مبيعات شركات كولز التجهيزات المنزلية والشخصية لأكثر من 3% يعتبر يوم الجمعة السوداء الذي يلي عيد الشكر كما يسمى أقوى أيام السنة في الولايات المتحدة من حيث التبضع حيث تتنافس فيه الشركات الكبرى على تقديم العروض المغرية للزبائن أوصت لجنة إذن مختصة من وزارة الداخلية الأمريكية بتعديل إجراءات تأجير الأراضي العامة والمياه الإقليمية لاستكشافات نفطية بما يتناسب مع المتطلبات البيئية واحتياجات الطاقة بالبلاد اللجنة رفعت تقريرها لإدارة الرئيس بايدن بعد طول انتظار مشددة فيه على إمكانية فتح الأراضي الأمريكية العامة والمياه الإقليمية لشركات النفط والغاز للاستكشاف عن مكام جديدة للطاقة ولكن بشروط مشددة للحفاظ على البيئة وعوائد أفضل لدافع الضرائب وكان التقرير تأخر بسبب ضغوط مارستها جماعات الحفاظ على البيئة لمنع فتح المزيد من الأراضي العامة والمياه الإقليمية للاستكشافات النفطية نتحدث إذن عن تأثر الاقتصاد عالميا ربما وتحديدا في الولايات المتحدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وميكرون ينضم إلي عبر خدمة سكايب من واشنطن الأكاديمي والخبير الاقتصادية السابق في البنك الدولي والأستاذ في جامعة جورج ميسن مورس كوغلر أهلا بك معي سيد كوغلر إذن نحن اليوم نفتح ربما لا أريد أن أقول حقبة ولكن نفتح صفحة جديدة في ملف فيروس كورونا وجائحة كورونا حول العالم الأسواق تأثرت سلبا في الجمعة السوداء كما يسميها العالم يوم التخفيضات المنتظر لدى كثير من الشركات وللناس أيضا وحتى النفط تأثر ماذا تقول نعم هذه صدمة لأننا كنا نتحدث يوم الأربعاء عن كيف أنه كان هناك زيادة في إمكانيات النمو في آخر فصل من هذا العام وكنا نعتقد أن النمو في الناتج القومي العام سيزداد ولكن أخبار اليوم تفيد أن متحور أوميكرون القادم إلينا وهذه صدمة كبيرة لأن هذا يعني أن المشاكل في سوق العمل لن تختفي لأن متحور أوميكرون يسبب مشاكل مثل دلتا فإن هذا يعني إمكانية حماية اللقاحات للناس ستكون محدودة وإذا استمرت مشاكل توزيع اللقاح في الولايات المتحدة على الرغم من أن هناك موافقة على إعطائه لسن 5 إلى 11 عندها ستكون هناك مشاكل تتعلق بمناعة القطيع هذا موضوع يعرقل التقدم المستمر ويقلل من عملية النقص في التضخم ويصعب دخول قوى العاملة وقد بدأنا في رؤية الجائحة في مارس 2020 وحتى الآن لا يزال لدينا ثلاثة ملايين وظيفة لم يتم شغرها ومعدل البطالة في مارس 2020 كان 14 وثمانية من عشرة في المائة وخسرنا 20 مليون وظيفة وكانت هذه مشكلة والتضخم كان مشكلة والنقص في العمالة جزء من المشكلة والآن وبعد متحور دلتا هناك متحور أوميكرون وهذا يعني ستكون هناك مشاكل في سوق العمل هذا هو التأثير لربما الذي وقع في هذه الأيام ولربما يستمر خلال أيام مقبلة إن لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لحماية البلاد أو الاقتصاد أو البلدان في مختلف دول العالم إن تعلمنا من مارس 2020 أو نهاية عام 2019 منذ بداية هذه الأزمة وهذه الجائحة هل ما حدث في الأسواق اليوم أو هذا التأثر هو مؤقت أم أننا سنشهد أيام طويلة من هذا التأثر السلبي بهذه الأخبار السلبية برأيك سوف يعتمد هذا إلى حد كبير على حل مسألة عدم اليقين لا يزال لا نعرف ما إذا كانت اللقاحات الحالية التي تم تطويرها من قبل فايسر ومديرنا وجونسون أن جونسون تعمل ضد متحور أوميكرون أو مدى فعاليتها مديرنا اليوم تقول إنها ستطور جرعة معززة ضد متحور أوميكرون والسؤال ما هي درجة السرعة بالطبع عملية السرعة الفائقة اعتمدت على سرعة تطوير اللقاح وكان هذا معززا ومنشطا للاقتصاد سوف نرى السرعة التي يقوم فيها العلماء بتطوير هذه الجرعة المعززة هناك عدم يقين لهذا السبب البورصة اليوم كانت في تراجع وربما نشهد أيام صعبة في البورصة في الفترة القادمة وإدارة بايدن اتبعت سياسات صحيحة المشكلة تكمن في الافتقار إلى التلقيح العام على مستوى العالم وهناك إمكانية نتيجة لذلك لمتحورات جديدة وتفراد جديدة وهذا يحدث عندما لا يكون هناك تغطية عالمية وهناك متحورات جديدة تأتينا من افريقيا نتيجة للتغطية المحدودة لللقاحات في افريقيا وهذا بالضبط ما حدث وإدارة بايدن تقوم بجهد هائل في الولايات المتحدة للاستمرار في توسيع دائرة اللقاح وعلينا أن نستمر في هذا وعليهم أيضا أن يستمروا في مساعدة الناس الذين يعانون من البطالة في سوق العمل وأن يساعدوهم على حل مشاكلهم عن طريق التأمين على البطالة علينا أن نستمر في السياسات الصحيحة التي اتبعتها الإدارة والضغط على التضخم نتيجة للنقص في العمال سيد كوغلر الوقت جدا ضيق لدي سؤالين النفط تأثر سلبا لماذا باختصار شديد ومن ثم نريد أن نتحدث عن ماذا تعلمنا من الحقبة الأولى أو من الجائحة الأولى أو ربما ما وقع في 2021 وكيف يمكن ما الإجراء الذي يجب اتخاذه حالا لمنع انتشار هذا المتحول الجديد ونصل لإغلاق عالمي مرة أخرى باختصار شديد جدا الأخبار من ناحية هذه الأزمة تعني أنه ربما يكون هناك صدمة في الطلب على مستوى العالم وهذا شيء سلبي وربما نشهد انخفاض في السفر الجوي وفي الأنشطة الاقتصادية وهذا ما يفعله انخفاض أسعار أو ارتفاع أسعار النفط ربما نرى تقلصا في الأنشطة الاقتصادية من ناحية الدروس المستفادة من الإغلاق علينا أن نكون مستعدين لحجر محتمل وابتعاد اجتماعي وارتداء الكمامات وأن يستمر هذا في المستقبل المنظور لأن المتحور الجديد ربما يكون بمثل سوء أو أسوأ من متحور دلتا وهذا يعرقل التمدد في سوق العمل والذي كنا نتمتع به والذي قد يتوقف لفترة نتيجة للمتحور وارتدلر الأكاديمي والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي والأستاذ في جامعة جورج ميسون عبدالر خدمة سكايب كنت معي من واشنطن شكرا جزيلا لك كن بخير حل نمط جديد غير مألوف على المتاجر الأمريكية في الجمعة السوداء حيث لم تشهد اكتظاظا كما هو معتاد عليه في كل عام بعد أن فضل العديد من الأمريكيين التسوق عبر الانترنت تفاديا للوباء والطقس البارد الجمعة السوداء في الولايات المتحدة حلت هذا العام على غير المعتاد وفاجأة الجمعة فالجمعة التي تلي عيد الشكر والتي ينتظرها الأمريكيون على مدار العام ليصطادوا صفقات مربحة وبأسعار مخفضة كما يتوقع لها التجار لجاني أرباحهم لم ينجح عام 2021 بأن يجعلها يوما حماسيا تكتض بها المتاجر الأمريكية بعد أن غير العديد من الأمريكيين من ستراتيجية الشراء ولم يهرعوا للمتاجر بأعداد مهولة كما هو معتاد كل عام وهو أمر شكل صدمة لتلك المتاجر ولبعض روادها لقد صدمت حين وجدت المتجر فارغا في صباح الجمعة السوداء اعتقدت حقا أنني سآتي في الصباح وسأضطر إلى الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين لكن عندما جئت دخلت بشكل سريع لقد فوجئت حقا غامر هؤلاء صيادوا الصفقات في الطقس البارد لشراء هدايا عيد الميلاد يوم الجمعة السوداء بعد فتح كبار تجار التزيئة في الولايات المتحدة أبوابهم مبكرا ورغم أن الاستطلاعات بيّنت أن العديد قد أنفقوا بالفعل من 80 إلى 85% من ميزانياتهم قبل الجمعة السوداء إلا أن البعض ما زال يراهن على صفقات الجمعة السوداء حتى السياحة الذين يزورون أمريكا حسنا لقد أتينا من البرازيل ونحن سائحون وأتينا إلى هنا للشراء أريد شراء آيفون وهو يريد شراء سامسونج 21 وقد بيعت جميعها لذلك نحتاج إلى الانتظار أكثر أعتقد أن الكثير من المنتجات غير متوفرة فئات أخرى من الأمريكيين فضلوا التسوق عبر الإنترنت تفادياً لمخاطر تفشي الوباء وتجنباً للطقس البارد فضلاً عن أن خدمة التسوق على الإنترنت تقدم مزايا متعددة من تخفيضات في السعر إلى خدمة التوصيل للبيوت ومن المتوقع أن تصل المبيعات عبر الإنترنت في شهري نوفمبر وديسمبر إلى 207 مليار دولار وبزيادة 10% عن العام الماضي نتابع مشهد التسوق في الجمعة السوداء على الأرض من كاليفونيا تحديداً ينضم إلينا ستيفن نبيل مراسل الحرة نقف معه إذن على المشهد أراك تقف لربما في موقف للسيارات خاص بمركز تسوق معين ولكن أرى الموقف فارغاً طعنا في صورة أكثر ما مدى الإقبال على التسوق هل هناك بضائع جديدة هل هي متوفرة هل هي متجددة مقارنة بالعام الماضي أم هناك مشكلة في التوريد تفضل نعم نعم مساء الخير زمير عزيز طبعاً هناك حركة خفيفة في مركز التسوق الذي يقف أمامه تجولت كاميرا في الحرة من ليلة أمس حتى الآن في العديد من مراكز التسوق سجلنا اهتماماً بمتاجر الكترونيات الشهيرة مثل بست باي وغيرها هناك اهتمام كبير بوالمارت لكن أغلب المواد التي تم عرضها في المحال تم عرض مواد مماثلة أونلاين أو في المتاجر الكترونية تكلمنا مع العديد من الزبائن أخبرونا أن فائدة التسوق الكتروني سمحت لهم بتجنب الوقوف في طوابيع طويلة صباح اليوم أو مساء يوم أمس وجنبتهم الاتعاد عن عائلاتهم والأجواء الاجتماعية الخاصة بعيد الشفر لذلك لاحظنا نمو التسوق الكتروني مراكز المراقبة المالية أكد تسجيل أكثر من 6 مليارات دولارات من المبيعات منذ صباح يوم أمس حتى الآن أو حتى صباح اليوم وهناك ارتفاع بنسبة 12% في التسوق الكتروني منذ العام الماضي مقاتم العام الماضي هناك مشكلة أخرى وهي ولاحظناها أيضا خلال تجوالنا وسماعنا لروايات الزبائن أن العديد من المواد نفذت من الأسواق لم يجدها الزبائن بسبب الشحة في التوريد القادم من الصين ومن دول أخرى بسبب الأزمة الموجودة في قطاع الشحن البحري التي تكلمنا عنها وتكلمت الحر عنها بصورة كبيرة في الأشهر الماضية هذه الأزمة ألقت بظلالها ما أدى إلى مطالبة المتاجر الزبائن بمحاولة التسوق مبكرا هذا العام الكثير من الزبائن قالوا لنا أنهم قاموا بالتسوق منذ أوائل شهر نوفمبر الجاري وذلك لمحاولة الحصول على الهدايا والمواد المطلوبة قبل أن تنفذ من الأسواق هذا قد يلقي بظلاله على كمية الزبائن التي نشاهدها اليوم في هذه المتاجر العديد منهم قاموا بالتسوق فعلا في الأسابيع الماضية ستيفن يعني إن عدنا معك إلى عام 2020 هناك كثير من لربما البضائع التي لم تباع بسبب الإغلاق الذي حصل في مختلف دول العالم اليوم هذه البضائع لربما وحتى إن نظرنا في داخل الولايات المتحدة من يملك مثلا سيارة يعني تعود لعام أو أنتجت في عام 2019 لا تزال تحافظ على سعرها لأن لأن هناك لربما قلة في السيارات أو شح في التوريد اليوم هذه البضائع المعروضة إلى أي مدى كما نعلم الشركات تنتظر هذا اليوم لتتخلص لربما من بضائع مكدسة لديها أو حتى تستفيد ماليا من الأرباح كيف تقيم إن قررنا بعام 2020 العروض نسبة التخفيض على المنتجات وإلى أي مدى بالفعل هذه الشركات اليوم مع وجود أو الحديث عن هذا المتحور الجديد تعول على هذا اليوم لربما الكثير من المواد التي يتم بيعها في الجمعة السوداء هي مواد الكترونية مواد كهربائية مواد منزلية شاهدنا اهتماما كبيرا في أجهزة الحاسوب لربما بسبب وجود شحة في أجهزة الحاسوب المطلعين على أجهزة الحاسوب والكترونيات يعرفون بوجود نقص في الرقائق والشرائح التي تستعمل في صناعة هذه الأجهزة لذلك كان هناك انتظار واهتمام من الكثير من المواطنين وأنا أحدهم بمحاولة شراء جهاز حاسوب جديد أثناء جمعة السوداء لم نشاهد تخفيرات كبيرة تليق بهذه الجمعة السوداء على أجهزة الحاسوب لربما بسبب الطلب الشديد لكننا لاحظنا وجود تخفيرات كبيرة على أجهزة التلفاز وهذا كان شيء جديد مقاتب العام الماضي يذكر أن الشعب الأمريكي أنفق الكثير من الأموال خلال العام 2020 على شراء الكثير من الكتونيات وأيضا في العام 2021 بسبب توارد الدخل القادم الدخل الموارد الحكومية التي وزعت على الشعب الكثير من المواطنين كانوا يعملون كانوا يحصلون على رواتبهم شهرية لذلك بعضهم استخدم هذه الأموال التي قدمت من إدارتي ترامب و بايدن خلال العامين الماضيين لشراء أشياء قد تكون أشياء رفاهية قد تكون أشياء لن يشتروها في العادة كالأجل التلفاز الكبيرة كالحقائب الغالية تكلمنا مع بعض المتاجر قالوا لنا أن هناك اهتمام نسوي بالحقائب الغالية وغيرها المستوردة من دول مثل إيطاليا هناك أيضا ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة كما ذكرت حضرتك فهناك لا زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على الأمريكية ونراقب ما سيحدث بعد انتشار أخبار التحول الجديد بالجائحة بالتأكيد سنتابع الأرقام ما بعد لربما حتى هذا الموسم موسم الأعياد في الولايات المتحدة شكرا جزيلا لك من كاليفونيا ستيفن نبيل مراسل حرة كن دائما بخير في نشرتنا من العاصمة بعد قليل نتابع معا واشنطن تدعو إلى حماية العملية الانتخابية في ليبيا وتحذر من تقويض حق الليبيين في المشاركة فيها خارجية الأمريكية تقول حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية وترحب بالقرار الأسترالي مجددا أهلا بكم معربة واشنطن عن مخاوفها من العنف المرتبط بالانتخابات في ليبيا مؤكدة على ضرورة حماية العملية الانتخابية بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا قال إن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد عمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي بل تقوض أيضا حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية وكان المسلحون هاجموا مقر محكمة سبها إطرى تقديم محام سيف الإسلام القذافي طعنا في قرار المفوضية أو المفوضية الانتخابات استبعاد القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية رحبت الوليات المتحدة باعتزام أستراليا إعلان حزب الله اللبناني بكل مكوناته منظمة إرهابية وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان الجمعة أن إزالة التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وباقي التنظيم الإرهابي تعد خطوة حاسمة الخارجية الأمريكية أضافت أن حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية واعتبرت إجراء السلطات في أستراليا خطوة هامة نحو مواجهة قدرة حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها أكدت الوليات المتحدة ضرورة تقديم إيران معلومات بشأن أربعة مواقع غير معلنة أو أربع مواقع أربعة مواقع غير معلنة تم العثور على مواد نووية في ثلاثة منها أدان القائم بالأعمال الأمريكي لويس بونو في فيينا ما وصفه بعدم تعاون إيران بشأن الكشف عن أنشطتها أو التمسك بالتزاماتها القانونية وحذر من أن استمرار إيران بهذا النهج سيدفع مجلس الحكام أو مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الدرية لعقد اجتماعا غير عادي قبل نهاية العام لمعالجة الأزمة كما انتقد تعامل إيران مع مفاتيشي الوكالة متهمة إياها بتفتيشهم تفتيشا مفرطا وترهيبهم قال رئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده حريصة كل الحرص على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها كما أعلن البيت الأبيض في بيان أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفن بحث مع رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريا ياربماك القلق المشترك من النشاطات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية وفق البيان فإن المسؤولين أو المسؤولين تفقا على أهمية اتباع موسكو وكييف السبل الدبلوماسية لخفض التوتر بينهما سوليفن جدد التزام واشطنور الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل مع تحركات القوات الروسية على الحدود الأوكرانية منذ عدة أسابيع هذا ما أفادت به كارين دونفرايد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الأوروبية الجمعة كارين أضافت أن على الحلفاء الأوروبيين في الناتو اتخاذ قرارهم بشأن هذا التصعيد عندما يجتمعون الأسبوع المقبل وتحديد الخطوة المقبلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاعلة تصريحات كارين سبقت جولة أوروبية سيبدأها وزير الخارجية أنتوني بلينكين الأسبوع القادم وتشمل لاتفيا والسويد وسيحضر خلالها اجتماعا لحلف الناتو يعقد حول الأمن والتعاون الأوروبي ومما لا شك فيه أن تكون التحركات الروسية الأخيرة على الحدود الأوكرانية محوراً لهذا الاجتماع والخيارات المطروحة للأوروبيين في معالجة الأزمة ومدى التنسيق الأمريكي الأوروبي في هذا المجال وفي البيت الأبيض قال بيان إن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان بحث مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يارماك القلق المشترك من النشاطات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية وجاء في البيان إن سوليفان أكد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وفي الأسابيع الماضية عبرت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي باستمرار عن قلق إزاءة حركات قوات روسية على الحدود الأوكرانية وعبرت كييف عن خشيتها من اجتياح محتمل إذن التوتر في أعلى مستوياته منذ أسابيع بين الطرفين المتنازعين أساسا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وصراع دموي بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا نناقش هذا الملف عبر خدمة سكايب ينضم إليه من نيوجيرزي جون داونبور تستاذ محاضر في جامعة فوردهان في نيويورك ومدير سابق لدراسات السلام والعدالة في ذات الجامعة أهلا بك معي نعود مرة أخرى إلى الحدود الأوكرانية الروسية ونناقش آخر التطورات جميع الخيارات مفتوحة كما ذكر البيت الأبيض أو الرئيس بايدن أمام التحرك الروسي على الحدود الأوكرانية ما هي الخيارات برأيك كل الخيارات على الطاولة كما ذكرت الحكومة الأمريكية عبر مستشار الأمن القومي وبتفويض من الرئيس هذا يعني أن العمل العسكري أو الحرب الساخنة ربما بين أمريكا وقوات أخرى من الناتو ضد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية خيار آخر عقوبات عسكرية أو التوقف في خط نورد سريم اثنين وأشياء أخرى يمكن أن تتم ولكن عند استخدام كل الخيارات فهناك احتمال لرد عسكري إذا قامت القوات الروسية بغزو الجزء من أوكرانيا الذي لا تسيطر عليه بالفعل وطبعا نعرف أن هناك تمرد في الجزء الشرقي وقامت روسيا أيضا بالاستيلاء على شب جزيرة القرم وكان هذا انتهاك للقانون الدولي يبدو أن إدارة بوتين غير راضية وتريد أن تخلق حدود برية بين المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وبين شب جزيرة القرم كل الخيارات المفتوحة التي تفضلت وتحدثت عنها ولربما خيارات أخرى في ملف أو في هذا الملف على طاولة الإدارة الأمريكية كلها خيارات مفتوحة دائما نسمع عنها ولكن لا نعرف متى ساعة الصفر لكل خيار من هذه الخيارات برأيك إن كان للخيار الدبلوماسي ساعة صفر متى سيكون أو الخيار العسكري ساعة صفر متى سيكون إذا لم تتراجع روسيا فوزير الخارجية بلينكين سيجتمع مع نظرائه في الأسبوع القادم في اجتماع يضم وزراء الخارجية والأمن في أوروبا الرئيس الأوكراني تعهد بأنه أو قال إنه كان هناك محاولة انقلاب ضده بمساعدة روسية تصور لو كان هناك انقلاب في أوكرانيا في نفس الوقت الذي تجيء فيه القوات الروسية من شمال الشرق ومن القرم من الجنوب فسيكون هناك هجوم على ثلاثة محاور والقوات الأوكرانية كانت تعد للدفاع منذ أسابيع هذا الحشد الروسي ليس بالجديد بل بدأ في إبريل أو مايو وهناك أيضا عمليات بحرية روسية في البحر شمال شرق القرم إذن يمكن أن تكون هناك حرب على جبهات عديدة ربما لو كان هناك هجوم مضاد من الناتو فسيبدأ بضربات جوية ومسيرات ثم الدروع الثقيلة والمدفعية وسيمضي وقتا قبل أن نرى قوات من الناتو في أوكرانيا ولكن هذا خطر حقيقي لأول مرة منذ الحرب الباردة أن يكون هناك نزاع ساخن نزاع عسكري بين أوروبا وروسيا إذا افترضنا أن الخيار العسكري سيؤخذ ولكن عادة كما تعرف الضغوطات التي ربما يتم وضعها على أي دولة أو على أي كيان الهدف منها الوصول لربما الاتفاق في السياسة إن كان ضغط سياسي إن كان ضغط عسكري إن كان ضغط اقتصادي وغير ذلك أو حتى عقوبات كما نرى مثلا الحال مع إيران محاولة لدفع إيران لطاولة المفاوضات والتوقيع على الملف النووي ما هو الاتفاق برأيك أو دعنا نقول الشيء الذي يريد أو تريد أوروبا مع الولايات المتحدة الوصول إليه مع روسيا من خلال هذه الأزمة الواقعة الآن ما بين أوكرانيا وروسيا على الحدود الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين في أوروبا يريدون من روسيا سحب قواتها من منطقة الحدود مع أوكرانيا والتوقف عن الهجمات السيبرانية المدمرة ضد أوكرانيا والتوقف عن شحن النزاعات الداخلية داخل أوكرانيا وأيضا الوصول إلى عملية سياسية حقيقية بشأن القرم وذلك بعد احتلالها ومحاولة الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية بالنسبة لشرق أوكرانيا التي تحتلها ميليشيات تابعة لروسيا الاتفاق الذي تم في مينسك بوساطة أنجلا ميركل هذا الاتفاق فشل وهناك وكلاء لروسيا يحتلون الجزء الشرقي من أوكرانيا أوكرانيا لم تكن سعيدة روسيا أيضا استولت على كل البحرية الأوكرانية في عقاب انهيار الاتحاد السوفيتي عندما تعهدت أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي لروسيا مقابل وعد من الكريملين بأنهم لن يغزوا أبدا أو يهاجم أراضي أوكرانيا ولكنهم فعلوا هذا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون يريدون من روسيا الانسحاب والتوقف عن هذا الظلم ولكن يبدو أنهم غير راضين عن كل المكاسب غير القانونية التي حصلوا عليها شكرا جزيلا لك عبر خدمة سكايب من نيوجيرزي كنت معي جون داونبورت أستاذ مساعد في جامعة فورد في نيويورك وأيضا مدير سابق لدى الدراسات السلام والعدالة شكرا جزيلا لك اجتمع وفد من الكونغرس الأمريكي الذي يقوم بزيارة مفاجئة إلى تايوان الجمعة برئيسة البلاد سايينغ وينغ في ثاني زيارة من نوعه هذا الشهر قد دانت الصين الخطوة وعمدت إلى إجراء تدريبات لدوريات عن الجاهزية للقتال في اتجاه مضيق تايوان بيكين غاضب من زيارة وفد يضم خمسة مشرعين من الكونغرس الأمريكي لطايوان الذي وصل تايبي الخميس في زيارة مفاجئة تدوم يوما واحدا وتهدف إلى تأكيد دعم واشنطن القوي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب بها الصين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زاوليجيان أعرض عن معارضة بلاده الشديدة لزيارة وفد المشرعين الأمريكيين التي قال إنها تشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة زيارة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لطايوان تشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وهم يرسلون بذلك إشارة خاطئة على نحو خطير لدعم القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان المتحدة الصيني نصح واشنطن بعدم لعب ورقة تايوان لأنها ورقة سيئة وخاسرة ولها عواقب حسب تعبيره وعمدت الصين إلى إجراء تدريبات لدورياتها العسكرية عن الجاهزية للقتال في مضيق تايوان بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الشرقية في الجيش الصيني التي قالت إن الإجراءات ذات الصلة ضرورية للتعامل مع الوضع الحالي في مضيق تايوان وإن تايوان جزء من أراضي الصين والدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي هي مهمة جيشنا المقدسة حسب تعبيرها بينما قالت وزارة الدفاع في تايوان الجمعة إن ثماني طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية بما في ذلك قاذفة H6 ذات القدرات النووية حلقت في منطقة الدفاع الجوية الطيوانية وتأتي زيارة المشرعين الأمريكيين بعد تلقي تايوان دعوة من الرئيس جو بايدن للمشاركة في قمة حول الديمقراطية وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي جزء من أراضيها وتوعدت بإعادة ضمنها في يوم ما قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستلغي تصنيف الجماعة المسلحة الكولومبية والمعروفة باسم القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك كمنظمة إرهابية أجنبية يوم الثلتاء المقبل المسؤول قال أن الخارجية ستدرج أيضا مجموعتين مسلحتين كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين وهما يحضر مفتشو البيداغوجيا للتعليم الابتدائي في الجزائر لطرح مشروع لإصلاح هذا الطور من التعليم يتضمن إجراج اللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة حسب ما ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أما في المغرب أطلق ناشطون حملات إلكترونية تطالب الحكومة بدعم أكبر لتعلم اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية اهتمام الدول المغاربية بإعطاء مكانة أكبر للغة الإنجليزية في مناهج التعليم تزايد بشكل لافت في الأعوام الأخيرة على اعتبار أن هذه اللغة فرضت نفسها كلغة علوم والتكنولوجيا وباتت أيضا تهيمن على عالم الاقتصاد والأعمال مصادر إعلامية جزائرية ذكرت أن مفتشي البيداغوجيا للتعليم الابتدائي يحضرون لطرح مسودة مشروع لإصلاح وإعادة هيكلة الطور الابتدائي تضمنت جملة من المقترحات من ضمنها إدراج اللغة الإنجليزية بدءا من السنة الثالثة ابتدائي بحجم ساعي لا يتعدى ساعة واحدة وفي المغرب أطلق ناشطون حملات إلكترونية تطالب الحكومة بدعم أكبر لتعلم اللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية يتزامن ذلك مع الإقبال الملحوظ من قبل المغاربة على تعلم الإنجليزية باعتبارها لغة العلوم والاقتصاد والاستثمار وفق دراسة أجرتها مراكز ثقافية أجنبية في المغرب وفي تونس تعرف مدارس تعلم الإنجليزية انتشارا كبيرا في وقت أدرجت وزارة التربية الإنجليزية في الأعوام الأولى من طور التعليم الابتدائي ورغم أن الإنجليزية ليست غائبة عن المناهج التعليمية وحتى عن التداول في قطاعات البحث العلمي والأعمال في الدول المغاربية غير أن هذه الأخيرة باتت تشعر بالحاجة إلى مزيد من الإقبال على هذه اللغة فهناك من يعتقد بضرورة أن تحل محل الفرنسي لغة المستعمر السابقة التي يعتبرها الكثير هناك غنيمة حرب والمتداول على نطاق واسع وتدرس بها التخصصات العلمية كالطب والصيدل والهندس وغيرها وليست هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن إعطاء مكانة أكبر للغة الإنجليزية في مناهج التعليم بالدول المغاربية لا سيما في التخصصات العلمية بالجامعات على أمل اللحاق بركب التقدم التكنولوجي العالمي كما أن المسألة اللغوية تطرح أحيانا من منظور سياسي في إطار الصراع بين الرافدين للنفوذ الفرنسي والموالين له وأمام هذه الدول مشوار طويل لتحقيق رغبتها في تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية يتضمن أساسا آليات التجسيد كتكوين المدرسين وتغيير منظومة علمية واقتصادية وإدارية بنيت على الفرنسية لأكثر من خمسة عقود صلنا معكم لختام نشرتنا من العاصمة وذكركم بأبرز ما جاء فيها من عنوية تحور جديد لكورونا يثير الرعب وواشنطن تغلق حدودها أمام المسافرين من ثماني دول إفريقية وتدعو للتبرع بمزيد من اللقاحات تراجع حد في أسواق المال الأمريكية والعالمية وأسعار النفط وتأثر مبيعات التجزئة في الجمعة السوداء بعد الكشف عن متحور أميكرون واشنطن تحذر من أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية وتؤكد التزامها بسيادة كييف نزيد من الأخبار حول الولايات المتحدة والعالم على موقع الحرة ونحن نلتقي مجددا على رأس الساعة المقبلة في مجزن لهم الأنباء شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة